بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في المصورين قال رحمه الله نقلاً عن الإمام بن القيم رحمة الله عليه قال ومن المفاسد اعتقاد المشركين بالقبور أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن اعتقاد المشركين في القبور أعتقاد واسع وطويل لأنهم يلتمسون منها المدد والنصر على الأعداء وغير ذلك من اعتقادات الجاهلية والأموات مصعولون بأنفسهم وما أمامهم من الحساب والعذاب فليسوا فليسوا من الشؤون الأحياء في شيء وإنما هذا عمل زينه لهم شياطين العنس والجن ليشغلوهم به عن عبادة الله وعده لا شريك له فالواجب الحذر كل الحذر من الاعتقاد في الموتى والمقبورين أنهم ينفعون أو يضرون كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فسمى هذا شركا بالله عز وجل لأن الأموات مشغولون بأنفسهم وما قدموه من الأعمال التي يجازيهم الله عليها في الآخرة فهم ليسوا من من اعتقد فيهم في شيء مما اعتقده بهم أنهم ينفعون أو يضرون وأن لهم تصرفا في الكون وما أشبه ذلك من اعتقادات الجاهلية الكافرة الضالة نسأل الله العافية نعم ومن المفاسد الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السروج عليها هذا من أعظم المفاسد الوعيد الوارد في حق عباد القبور ومن المفاسد الشرك الأكبر الذي يفعل عندها من أعظم المفاسد ما يفعل عندها من الشرك الأكبر من الاستغاثة بالأموات طلب الحوائج منهم وغير ذلك مما لا يملكونه ولا يستطيعونه وهم مشعولون بأنفسهم وما قدموه فعباد القبور استغيثون بالأموات ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم ما لا يقدرون عليه كانوا لا يقدرون عليه في الدنيا فكيف يقدرون عليه وهم في القبور موسدون في ألحادهم مشعولون بما هم فيه من العذاب الأليم نسأل الله العافي هذا إذا كانوا رضوا بما يفعل عند قبورهم أما إذا كانوا لم يرضوا بهذا وهو حال الأموات المسلمين من أهل السنة فإن الأمر أشد وما يبعل عندهم عبث لا يفيدهم شيئا وإنما يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى نعم ومن المفاسد إذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهية كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره نعم فهم إن كانوا على التوحيد والإخلاص لله فهم لا يرضون بما يفعل عند قبورهم بل يتعلمون جدا كما يفعله النصارى عند قبر المسيح عيسى بن مريم الذي قال الله له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ثم بيّن عليه السلام ما قال لهم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم نعم كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره علق وفقك الله قال يقصد بذلك القبر المزعوم في فلسطين وإلا فإن المسيح رفع نعم هذا صحيح أن المسيح عليه السلام رفعه الله وذلك في القرآن قال الله يا عيسى بن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم نعم كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فيتبرأ يوم القيامة يتبرأ هؤلاء المعبودون من دون الله ممن عبدهم أحوج ما يكون أولئك العباد للقبور إلى ما ينقذهم من عذاب الله عز وجل وأن نالهم ذلك هذا إذا كانوا قد رضوا بما يفعل عند قبورهم أما إذا كانوا يكرهونه وينهون عنه في حياتهم كحال المسيح حيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فإنهم يتبرأون منهم ويتبرأون من عبادتهم ويرفعون قولهم الإنكار على هذا العمل في يوم كان عباد القبور بحاجة إلى من ينصرهم ومن ينقذهم من عذاب الله عز وجل وأن نالهم ذلك وقال الله تعالى للمشركين فقد كذبوكم بما تقولون يكذب يوم القيامة هؤلاء الذين عبدوا من دون الله يكذبون من عبدهم ويقولون نحن لم نأمركم بذلك ولم نرضى به فيبوء هؤلاء بالخسارة والندامة والحسرة على ما ضيعوه في حياتهم من عبادة القبور والالتجاء إليها في الشدائد والكروبات نسأل الله العافية نعم وقال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي يا إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون نعم إذا سألهم الله يوم القيامة سأل الله هؤلاء المعبودين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ظلوا السبيل قالوا سبحانك فينكرون هذا ويخبرون أن هذا ليس من حقهم وإنما هو من حق الله سبحانه وتعالى هكذا يقولون يوم القيامة قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نقول ما ليس لنا بحق أو ندعي ما ليس لنا بحق فيتبرؤون منهم ومن عبادتهم أحوج ما يكونون إلى من ينقذهم وينصرهم يوم القيامة فيبوؤون بالخسارة الملازمة الدائمة نسأل الله العافية لو يعقلون في هذه الدنيا هذا المصير لتبرأوا من عبادتهم وهم ينكرون هذا في حياتهم ينكرون على من غلى فيهم وطلب منهم ما لا يملكونه قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون يعبدون الجن الذين أمروهم بهذا من الشياطين هم الذين أمروهم بهذا فأطاعوهم فصار ذلك عبادة لهم من دون الله عز وجل وكفى بذلك حسرة وندامة لهم يوم لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعه ومن المفاسد إماتة السنن وإحياء البدع من مفاسد عبادة القبور إماتة السنن وإحياء البدع لأن المشروع في القبور قبور الصالحين أن ندعو لهم وأن نترحم عليهم وأن نزور قبورهم زيارةً شرعية نسلم عليهم وندعو لهم وإذا دفنوا نقوم على قبورهم بعد الدفن وندعو لهم ونستغفر لهم هذا الذي شرعه الله لنا مع قبور الأولياء والصالحين لا أن نتخذها أوثاناً تعبدوا من دون الله عز وجل ولكن شياطين الإنس والجن أظلوا الناس عن سواع السبيل وزينوا لهم هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله وعلقوهم بالقبور وشغلوهم بذلك عن عبادة الله وحده لا شريك له فصارت هذه العبادة للقبور وبالاً على من اعتقدها وأمر بها نعم ومن المفاسد تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريباً منه نعم هؤلاء يفعلون عند القبور والعياذ بالله من العبادة والتضرع ما لا يفعلونه في المساجد التي هي بيوت الله عز وجل ومحل عبادته سبحانه تخذوا القبور معابد يعبدونها ويستغيثون بها وينادونها الأموات ونس المساجد التي هي بيوت الله عز وجل ومحل دعائه والاستغاثة به سبحانه وتعالى والتقرب إليه شغلهم هؤلاء دعاة الكفر والضلال شغلوهم عن عبادة الله في المساجد إلى عبادة الله عند القبور وهذا لا ينفعهم بل يعود عليهم بالوبال والحسرة والندامة يوم القيامة نعم ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له فيكون الزائر محسناً إلى نفسه وإلى الميت فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم زيارة القبور الزيارة الشرعية المقصود منها الدعاء للأموات والاستغفار لهم فيعود ذلك بالنفع عليهم وعلى من زهرهم وأما الذين عكسوه من عباد القبور فجعلوا المقصود بزيارة القبور سؤال الأموات والتضر عليهم وطلبوا الحوائج منهم فهذه زيارة شركية شرعها لهم شياطين والإنس والجن وهي تضرهم ولا تنفعهم وسيندمون عليها يوم القيامة قال جل وعلا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك هذا إذا كانوا صالحين كما قاله المسيح عليه السلام قال إن كنت قلته فقد علمته إذا سأله الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي مريم عليه السلام إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد قال الله جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت صاروا مسيئين بهذه الزيارة إلى أنفسهم حيث عبدوهم من دون الله وأساءوا إلى الميت حيث رفعوه فوق منزلته وطلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى فعند ذلك تبين لهم ضلالهم وتبين لهم أنهم على شرك أكبر ولكن ماذا يفعلون فات الأوان إذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم يعني من هؤلاء الذين كنا نعبدهم من دون الله كما تبرأوا منهم قال الله جل وعلا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار والعياذ بالله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه ونهاهم أن يقولوا هجرا ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا في الأول نهى عن زيارة القبور في الأول يوم كان الناس يزورون الزيارة الشركية سدا للذريعة ثم لما زال المحذور أذن لهم بزيارة القبور الزيارة الشرعية التي القصد منها الدعاء للميت والاستغفار له وتحصيل الأجر والثواب بالزيارة الشرعية للقبور هنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه ونهاهم أن يقولوا هجرا ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها لما تمكن التوحيد وزال الخوف من الشرك عليهم ألا فزوروها قال صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة الزيارة الشرعية للقبور هي التي يعود نفعها على الميت أولا بالدعاء له والترحم عليه وعلى الحي الذي زارهم بتحصيل الأجر والثواب بزيارة إخوانه والدعاء لهم نعم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر رواه أحمد والترمذي وحسنه لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبور في المدينة أقبل عليهم بوجهه صلى الله عليه وسلم وسلم عليهم ودعا لهم هذه هي الزيارة الشرعية التي ينتفع بها الميت أولا وينتفع بها الحي الزائر نعم فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم هذا بيان ما يقال عند زيارة القبور قبور الصالحين بأن يقول السلام عليكم يسلم عليهم كما يسلم على الأحياء ورحمة الله وبركاته أنتم سلفنا ونحن بالأثر اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم واعف عنهم إلى آخر الدعاء فهذه الزيارة ينتفع بها الزائر وينتفع بها المزور بخلاف زيارة المشركين للقبور فإنها 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 تغضب المزور إذا كان رجلا صالحا وتضايقه وأيضا تعود على الزائر بالضرر والعقوبة العاجلة والآجلة ويكون عمله هذا سنة باطلة يظل بها الناس نعم فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع لا تجد فيها شيئا لأن الزائر يقول السلام عليكم رحمة الله وبركاته يسلم عليهم ثم يدعو لهم ولا يدعوهم يدعو لهم بالمغفرة والرحمة ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم واغفر لنا ولهم هذا ما يقال عند زيارة القبور مما شرعه الله مما يعود بالنفع على الزائر والمزور هنا فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه فإذا رجعت إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور فإنك لا تجد فيها شيئا مما يقوله ويعتقده هؤلاء المشركون الذين يدعون الأموات تضرعون إليهم ويطلبون حوائجهم منهم وهم حاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا لأنهم قد ماتوا وانقطعت أعمالهم وهم لا يملكون لمن زارهم ضرا ولا نفعا وإنما يتعلمون إذا كانوا مسلمين مؤمنين يتعلمون من هذه الزيارة في قبورهم وهم في قبورهم يتعلمون منها لأنهم لا يرضون بها ولأنهم يؤلمهم الشرك بالله أحياء وأموات نعم وما أحسن ما قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها نعم نعم كلمة الإمام مالك هذه عظيمة رحمه الله جاءت من عالم جليل يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها والذي أصلح أولها والذي أصلح أولها هو دين الإسلام دين الإسلام الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له نعم وما أحسن ما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها هذه كلمة عظيمة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وهو اتباع السنة اتباع الشرع القويم ومن ذلك في زيارة القبور فإنها تعود بالنفع على الزائر والمزور المزور وهو الميت يدعى له ويستغفر له ويترحم عليه والزائر ينال الثواب بإحياء هذه السنة النبوية في زيارة القبور نعم ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك كلما بعد الناس عن سنن الأنبياء مع الأحياء والأموات استعاضوا عن ذلك بما هو ضده من ما يضر الأحياء ولا ينفع الأموات بل يؤلم الأموات نعم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر